لو قلتلك منتخبنا القوم ممكن يوصل كاس عالم؟ بنسبة 99% 99%؟ بقى هنفرجنا على ليبيا مباريتين فرعاً ده روح تليع عالية جداً وعندهم لعيب الكرة كويسة عندنا برضو لهم المباريتين القادمتين يوم 5 ووم 12 مع المنتخب الليبي دول فايصل لي الوصول لكاس العالم أنها بعد كده هتخش انت كأول مجموعة هيبقى فيه مجموعة يوم 8 و12 8 و12 5 ولا؟ لا 8 و12 يوم 8 و12 بعدها بلت 3 كيام صح يوم 8 و12 حتى بعد مضيار الجهاز الفني هيتعرف إمتى على اللعيبة والكلام ده كله؟ هو بس يا كابتن برضو خلينا نتكلم انت نهارده عندك جهاز فني مستر كروش جي طبعاً فالنهارده معا ناس نهارده مشغالين في الكرة في مصر طبعاً كابتن ضياء كابتن محمد شاو إعصام الحاضري كابتن واق الجمعة كل دول عارفين منتخب وعارفين اللعيبة كلها فالنهارده هو إذا كان بيتابع يعني حتى بيتابع ماتشات كان بيتابع ماتش بتاع الأهل وطلع على الجيش بيتابع لازم يشوف عناصر ولازم يشوف النهارده الناس اللي هو كوام منتخب مصر وكوام منتخب مصر محتوط له في بلانينج محتوط له من المدابين الموجودة لا وفيين جادة هنا كمان كان متابع وعارفين كل كبير وصغير عن منتخب مصر منتخب مصر ممكن التشكيل وممكن القوام الرئيسي ميتغارش فيه ممكن بنسبة 80% المنتخب اللي كان موجود موجود بحيث انت شبت تجربة محمد صلاح في الاحتراف ازاي؟ لا أنا شايفها تجربة محترمة 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 وفيها شكة كانت مصطفى من جوه لعيب نفسه عايز ولا بش عايز جوه لعيب نفسه لعيب نفسه عنده رغبة في الاحتراف وعنده رغبة في الاستمرارية وعنده رغبة في النجومية وعنده رغبة في انتقال من نادي لنادي الأحسن دي جوه الراجل ده جوه محمد صلاح بيشتغل عنافسه كتير جوه محمد صلاح محمد صلاح ابتدى فين لو تفتكر كان في المقاولين وبازل بازل السويسري آه بعد كده آه كان بازل السويسري حادي بتفرج عالدور السويسري لا بعد كده ابتدى تدرك شيلسي بقى جدا تنال رفع لإيطاليا ومن إيطاليا طبعا رجع تاني إنجلترا يعني شيل وبقى الوقت هو الأيكونة بتاعت ليبربول طب النهارده ليبربول بيت جماهير ليبربول بتتغنى أنا بقولك شيل محمد صلاح بفيدة ليبربول آه ليبربول ما بيوصلش للبوش بتتغنى باسمه دي حقيقة نهارده جماهير الكرة المصرية ما شاء الله بتتغنى باسم محمد صلاح حاجة مشرفة للكرة المصرية لإنهو عنده الرغبة وعنده الإرادة وفي نفس الوقت شخصيته آه خير جدا راجل يعني بيساعد الناس عملت معاك كفتحي لأ بالأمانة لأ بس موصفات بالحاجات اللي بسمعها لأ الرجل خير وبيساعد الناس كلها وعنده ميول عنده ميول إنسانية ودي تفرق قوي ان ربنا سبحانه وتعالى انت كنت بتساعد الناس ربنا دايما بيساعدك فيه جوال محمد صلاح انت حتى بتبقعد جول مستغرب انه جول سهلة قوي بييجي كده